ثلاثة اجتماعات بين الطرفين هذه المرة تحضر فيها مملكة البحرين هل هذه تعتبر انفراجة ربما وقادرة على إيصال السودان أخيرا إلى حل سياسي لهذه الحرب نهاركم سعيد قناة سكاي نيوز وكل المشاهدين أينما كانوا نعم هناك تسريبات عن اللقاء تم بين شمس الدين الكباشي نائب البرهان وبين عبد الرحيم دقلو نائب محمد حمدان قائد قوات الدعم السريع في المنامة لكن إلى الآن لم ترى التفاصيل غير التسريبات عن هذا اللقاء الذي تم على ثلاث مرات وهو يجد أيضا ممانع من بعض الأطراف داخل الجيش بدليل أن البعض اعتبر هذه التسريبات محاولة لقطع الطريق أمام التوصل إلى تسوية سلمية سريعة خاصة وأن قائد الجيش ظل يكرر كل مرة بأنهم مع الحسم العسكري لا يريدون اتفاق سلام مع هؤلاء القتلى والمجرمين في إشارة إلى قوات الدعم السريع أيضا هناك مؤشرات إلى أن قائد الجيش في أكثر من مرة قد أعلن بأنه يرفض التواصل مع المجتمع الدولي فقد انسحب من إيقاد وانسحب من الاتحاد الأفريقي وقال بأن الذين يريدون بحث السلام أن يأتوا إلى بورس سودان للتفاوض معه في إشارة إلى تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية هذا جاء في سياغ محاولة من التنسيقية أو التقدم للقاء البرهام بعد أن التقد بقائد الدعم السريع في أدس أبابا قبل أو في الشهر الماضي هناك حسب التسريبات ردود إيجابية من قائد الجيش بأنه سيلتقي قادة القوى الديمقراطية في جوباك والآن قادة القوى الديمقراطية أيضا يجتمعون في جوبا ذهبوا للقاء رئيس حكومة الجنوب وأيضا محاولات للقاء قائد الحركة الشعبية عبدالعزيز الحلو وقائد حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد نور واستعدادا للقاء البرهان الذي لم يتأكد إلى هذه اللحظة نسبة لتضارب الإشارات الواردة من قائد الجيش مرة مع التفاوض ومرة يتحدث عن مواصلة القتال إلى آخر مدى نعم لكن لربما هذا السؤال آخر سيد فايز عن حضور المؤسسة العسكرية أو الجيش خصوصا في ظل تصريحات البرهان بأن أي حل خارجي لن يصمد رفض أي مبادرة من الإيقاد وبأن منظمة الإيقاد من وجهة نظره لا تعنيه وغير معنية بالشأن السوداني ألا يعقد ذلك من وصول الجانبان دعنا نقول إلى حل ويعقد أيضا حضور أو دور المؤسسة العسكرية على الجانب الدولي أيضا بالتأكيد لا بد من موافقة المؤسسة العسكرية وقيادتها لأي تفاوض من غير موافقتهم لن يكون هناك سلام دون شك قائد الجيش البعض يعتبره محاصر بمراكز قرار متعددة الجيش الآن قراره شبه مختطف من الحركة الإسلامية هذا ما يؤزم الموقف حتى هناك بعض غادة الجيش يريدون إنهاء هذه الحرب بعض غادة الجيش له مواقف وطنية يريدون أن تنتهي هذه الحالة وأن تسكت البنادق بدليل اللقاء الذي تم في المنامة أو هناك اتصالات بين هنا وهناك لكن للأسف الشديد هناك بؤرة داخل الجيش لا تسمح لقائد الجيش أو من ينوب عنه بالانطلاق أو بيد مطلوقة للنهاية لأنهم يشترطون لذلك شروط تعجيزية وأكثر مخاوفهم هو عودة القوى المدنية إلى التفاوض وإلى العملية السياسية السلمية أيضا غوات الدعم السريع توجد بها عدة مراكز توجد صعوبة أحيانا في السيطرة عليها ميدانيا لكن سياسيا قرارها موحد أما ميدانيا أيضا تواجه بعض الإشكالات هذا الواقع يعقد الأزمة ويزيد من خطر تصاعد الحرب خاصة وأن هناك إشارات من توترات حدثت في مدينة الغضارف في شرق السودان بين فصائل مسلحة من دارفور هذا أيضا تطور جديد لكن رغم ذلك أيضا هناك إشارات دولية مثلا الولايات المتحدة الأمريكية تعد مشروع قرار أمام الكونغرس من عدة نقاط أهمها إدانة العنف فرض عقوبات على قادة الجيش والدعم السريع والذين يدفعون نحو هذه الحرب إضافة إلى تعييم مبعوث خاص للولايات المتحدة أو للرئيس الأمريكي للسودان تعييم مبعوث خاص يعني تحول في الدبلوماسية الأمريكية مما يعني بأن الوضع في السودان ما عاد وضعا خاصا بالسودانين ولا وضعا خاصا بالمتصارعين إنما أيضا له ظلاله على الإقليم وعلى المجتمع الدولي بأثره خاصة وأن هناك علاقات بدأت بين الجيش وطران لكن سيد فيز لربما السؤال هو ما تحدثت عنه عدة مصادر لجيش السوداني وغيره من المخاوف والقلب نعم لكن سيد فيز المصادر التي تحدثت لوسائل الإعلام قالت بأن لقاء المنامة أو الاجتماع الذي حضر منه قادة كبار من الجيش ومن الدعم السريع في المنامة كان يختلف عن باقي اللقاءات التي تمت في جدة أو الأخرى التي تمت من قبل سواء الدول الأفريقية الأخرى ما الذي ميز برأيك لقاء المنامة بين الطرفين المتحربين في السودان؟ هو إن صحت التسريبات ولا تزال هناك الأمور معتمدة على التسريبات ليس هناك معلومات حقيقية لكن ما يميز المستوى القيادة الرفيع الفريق شمس الدين الكباشي هو نائب الفريق البرهان وهو قيادة رفيع في الجيش السوداني أيضا الفريق عبد الرحيم هو نائب محمد حمدان دقلو وهو أيضا قيادة رفيع ومؤثر داخل قوات الدعم السريع هذا ترفيع لمستوى التفاوض لأن التفاوض الذي كان يتم في جدة كان يتم على مستوى العمداء في الجيش أو في قوات الدعم السريع وهم لا يملكون اتخاذ القرارات السياسية ولا يملكون اتخاذ القرارات فيما يتعلق بوقف إطلاق النار لكن أن يتفق الرجل الثاني في الجيش مع الرجل الثاني في قوات الدعم السريع هي مرحلة مهمة ويجب تجيع مثل هذه اللقاءات ويجب أن تظهر نتائجها قريبا ربما يتساءل البعض لماذا هي سرا ولم تكشف في العلن كما قلت لأن هناك من يتخوف من نجاح هذه المساعي لذلك ظلت هذه اللقاءات سرية وهذا ما يميزها كما قلت إضافة إلى مستوى التمثيل إضافة إلى مستوى النقاط التي أهيرت بما فيها خارطة الطريق وصلت الفكرة سيد فايز شكرا لك ضيفي من القاهرة الكاتب والبحث السياسي السوداني فايز السليك